مشائخ ووجهاء وأعيان محافظة المهرة يتداعون إلى اجتماع موسع هو الأحدث بالنوعه تشهده مدينة الغيظة وسط استمرار لعوامل التوتر وتمسك بالنقاط الست للمعتصمين الدعوة إلى هذا الاجتماع جاءت من رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة الشيخ عبدالله عيسى بن عفرار الذي رأس هذا الاجتماع لا يمكننا أن نبقى هكذا مختلف في الأيدي والأمر يقري بهذا الايقاع السريع إلى مصير لا نريد كلنا ووسط خيبة أمل كبيرة بعدم تفاعل الجانب السعودي مع مطالب أبناء المهرة أبقى أبناء المهرة على المطالب نفسها والمحددة بالنقاط الست التي سبق وان اعتمدها المعتصمون منذ بدء احتجاجهم ضد الانتشار الكبير للقوات السعودية في محافظات المهرة ومن أهم تلك النقاط إعادة العمل بمنفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون وتسليمها إلى قوة الأمن المحلية وإعادة مطار الغيضة إلى وضعه المدني تحت إشراف السلطة المحلية ورافع القيود على حركة التجارة الجيش حمش والآخر حمش والمصصات حمشة والمشارية بزرور ودودها فيه السلطات المحلية تعمل المشارية بالناثر بالنحار ودودها في الطرنان في السعود لدينا أباب وردنا في هذا البيان الصادر عن اجتماع مشائخ وجهاء وأعيان المحافظة جدد تمسك أبناء المهرة بالقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد الربو منصور هادي وبالدور العسكر للتحالف العربي لكن وفقا للأهداف المعلنة التي جاء من أجلها الاجتماع القبلي نحى نحو التهديئة بدعوته إلى تحريم الاقتتال الداخلي بين أبناء محافظة المهرة وتوجيه السلاح إلى نحور بعضهم البعض وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيجقة وأكد في الآن ذاته تمسك أبناء المحافظة بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى العفرار وبرؤيته السياسية وبالخيار المجمع عليه المتمثل بإقامة إقليم خاص بالمهرة وسقطرة على حدود 1967 وفقا لما جاء في البيان وتطلع المجتمعون إلى أن تصدر عن الرئاسة نتائج إيجابية لما يخضم مصلحة المهرة وأمنها واستقرارها في أعقاب زيارة اللجنة الرئاسية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة والتي غادرت المحافظة دون الإفصاح عن أي نتائج خروج اللجنة على هذا النحو دفع بقيادة في المحافظة إلى تكهن بأنها لم تتمكن من الوصول إلى صيغة تنهي الاحتقان السائد في محافظة المهرة في وقت توقع فيه وجهاء المهرة بأن ترفع اللجنة مطالب كل الأطراف إلى الرئيس هادي ليتخذ الإجراءات التي تنهي هذا الوضع وتعيد الأمور إلى نصابها وإذا ما تعزز اعتقاد كهذا فإن مؤشرات التصعيد الخطير في محافظة المهرة لا تخطئها العين خصوصا إذا ما بقيت القوات السعودية على حالها من التمدد والسيطرة الشاملة ترجمة نانسي قنقر